لأنه يكون معنا خبر عن مهرجان العالم عالمين وطبعا في المهرجان السنة دي في بطولة مصر الشر الأوسط لسباقات السيارات ضمن فعلياته اللي بيتم تنظيمها للموتور سبورت ودي برضو حاجة من ربما رياضة ما كانتش منتشرة في وقت ما كانتش موجودة عندنا في مصر كمان يعني من كم سنة مثلا عشر سنين أو حاجة بدأت إنها تبقى موجودة والانتشار قريب جدا يعني إن الناس أساسا تتعامل مع الموضوع لأنها بصراحة صعبة يعني بس أنا دخلت شفت كده هي شكل حل طبعا وفي ناس بتحبها والناس بتتبعها دوليا وعالميا ورياضة محببة عند الناس اللي بتحب العربيات بشكل عام كمان يعني بتحب العربيات والتي بتحب السواء واللي مستغني عن العربية اللي هيعمل بيها لأنه لو شفها يبقى عليه العوام هي بتبقى لأ مجهزة ومتأمنة وكل الحاجات يعني أنا عرف بنات بيلعبوا اللابة زي ومميزين جدا يعني صحيح لأنه إحنا هنا بنكلم عن البطولة فيها أربع مسابقات هي على مدار يومين في تراك 1-11 بالساحل الشمالي الجمعة 9 أغسطس وسباء السرعة السبت 10 أغسطس وسباء دريفت وسبائين لتوين دريفت وهي دي اللعبة تحديدا يعني لما شفتها الدريفت دي تخض شوية لأنه بالعربية بس بيسوحل صراحة يعني يعني بيخبط ويعمل وده ده لو دخل اختبار سواء يعني اللي بيعمله اختبار سواء هو متجاوز الموضوع لا دول جهود اتمران وقت طويل والحكاية يعني مش هينة يعني فيه أكتر من 100 متسابق بيتنفسه بقوة سواء في تحديات السرعة الدرافت والتوين درافت وكمان دريفت وكمان بتتنوع الفئات المشاركة محترفين ومبتدئين صغار من 10 سنين والمشاركات المتميزة للعنصر النسائي مش كنت لسا بقولك عرف الناس من فئة السيدات بطولة مصر الشرق الأوسط ولسبقات السيارات هي أكبر بطولات الموتر سبورت في مصر والشرق الأوسط ويعني قدمت من بدايتها حتى الآن وعلى مدار 10 سنوات متتالية ما يزيد عن 100 جولة في مختلف سبقات السرعة والتوين درافت والمجال بقى أمام الشباب للمشاركة في هذه السبقات وصولا للإحترافية والبطولة معتمدة من نادي السيارات والرحلات المصري اللي بيحتفل هذا العام بمرور 100 عام على تأسيسه